اللي بابدأ في هذا المحورة هل نور يؤمن انه خروجه من نادل الاتحاد بناء على مؤامرة اكيد مية في المية يعني واتكلمت انا في لا انا باعرف هل هي مؤامرة ادارية ولا شرفية لا مؤامرة شرفية وادارية كيف تفسر لي هي ادارية وشرفية كيف تفسر لي هي يعني واضحة ترى هي كانت من قبل بسنة بس يعني هم كانوا يبون ان يخسر مباراة عشان يجوا يقولوا يلا ينور خلاص عرفت والحمد لله المباراة هذي بالزاد اللي هم يبقوا يخرجوني منها كلها انا لما العب باكون افضل لاعب في الفريق بدليل كنا معسكرين في اسبانيا كنا معسكرين جاء المدرب كنيدة صحيح وقالولو اجتمع معاه وقالولو قالولو انه هذا ما نبغى يعني حاول انك انت يعني طب فشا ايو يعني ما نبغى المهم وبدأ المعسكر وكذا تعرف المعسكر جاري واعداد وجهد كبير كله لاعب لازم بدأنا في المعسكر ومباريات وكلها كنت اسجل الحمد لله والمهم ايش قال لهم قال لهم قال لهم كيف تبغوا هذا ما تبغوا وهو اكبر واحد او اكبر واحد وافضل واحد عندكم في الفريق ما في احسن منه كيف تبغون يا شيلو يعني هما كانوا يستنوا فرصة الدور الثاني لما خسرنا من الهلال في جيد في الرياض باربعه على طول اليوم الثاني نزل القرار انه اجازة قلت لهم انا مو اجازة انا ما اخذ اجازة انا ما اخذ اجازة انا اطلب اجازة انا احدد الوقت الا اخذ في الاجازة حشان مو هما دول اللي يجوا ويقولوا لي انت اجازة غدروا فيك ايه وقلت لهم الان ابغم خالصة انت عرفت ان انباء يعني انباء بيغدر فيك من قبل من قبل انا عارف حتى الادار اللي جات بعدها عند انا رجعت برضو اتحكت علي امارات ام ادارة من دي ابراهيم البلوين ايه ادارة عدل جمجوم وادارة البلوين ايه مو ادارة عدل جمجوم مكان رئيس نائب رئيس ايو المهل ما كان رئيس ايه وما ابدأ في قصة اللي هي ترى هاي الامجوم لما كان مسؤول في السلة ترى انا من الناس اللي كنت ادعمه انا كنت اجيب لهم كافات عدل جمجوم انا اجيب له مكافهات انا كنت اخد من الايال و اجيب له احيانا انا ادفع من عندي مكافهات للفرقة الاول اولاده كانوا يجوا النادي ما يبغوا تصوروا مع احد إلا مع محمد نور فيه محترفين وفيه وفيه ما يتصوروا إلا مع محمد نور طيب بعد الجمزون من فين جاب الشجاعة من فين جاب الشجاعة هذي انه هو يتجرأ وانه لاعب اسطورة النادي مو الوحده فيه كذا كذا اسم معه لا تقول لي الاسم لا فيه فيه اسماء ايو فيه اسماء ومن ضمنا محمد محتسب كمان والأي قزاز وحتى الرئيس ايش اسمه محمد الفايز حتى هو كل ما التفقع هذا كان يجي كذا بس ما يدريش فيه مغيب مو مغيبوا يش مغيب على القرار ايوه ما يعرف كان عادي جمجوم هو اليدير النادي ايوه هو اللي كان يحيك هذا وشفنا الفيديو اللي نزل حق سعود كريري لما كانوا مجتمعين وشفنا الفيديو اللي نزل حق المحترف هداك اللي مسكوا من الشطات البرازيلي ايوه يعني اشياء اشياء مخجلة صح ولا أنا غلطان انك تشوف فيديوهات كده من مسؤول في النادي وتجي تقول لي انا اجازة طب ليش انا انا جيت على الفترة اللي جوا انا قلت له اعطيكم اثنين مليون ايوه اقسم بالله اتحداهم ينكم ايوه يعني انا كنت ابغى اساعد واخرتها ايجوا يقولولي انا كده يعني تخيل انك انت حققت مع النادي هذا كل شيء كل البطولات انت حققتها وانت سبب فيها ايجوا يقولولك اجازة طيب ليش ما تجرى لادارة الجمجوم او عاد الجمجوم او غيره او لايق الزازة او احمد محتسب او غيره ليه ما كان عندهم جرى اني واجهوا نور مثلا انه احنا ما نبغى نور خلاص اوكي دائما كل الحاجة فيها نهاية بس ما كانوا جرى هل كانوا يخافوا منك او يخافوا من جماهريتك طيب ليش ما واجهوني طيب عادي يعني لو جوا اتكلموا معايا انا بوجهة نظر ليه ما احترموك صراحة ليه ما احترموا نور يعني مهما كان نور يعني هم ايش يقولوا ذيك الفترة انه نور جالسنا زي الشوكة ما احنا قادرين نطلع قدام ولا احنا قادرين نسوي شي ولا احنا قادرين نجدد من هذا اتهام طبعا على فكرة ولكن يعني اوكي انا بستغني عن نور في النهاية لا بس انا لازم احترم تاريخ هذا النادي شوف انا الحمد الله من دخلت النادي وخرجت من النادي الحمد الله انا متأكد واتحدى اسأل اي اعامل في النادي عن محمد نور اي احد اشتغل في النادي انا اكلمك من الناس الصغاري اللي في الكواليس اي ولا في الكواليس اسألهم عن نور واسأل اي لاعب انا عمري ادخلت في تشكيله ولا ادخلت في بعض لاعب ولا ادخلت انه لاعب يجي ولا لاعب ما يجي هذه كل الاشيان ما لي دخل فيها انا شغلي في النادي اني اساعد اللاعب اسأل فهد اسأل عبد الفتاح اسأل عبد الرحمن اسأل احمد عسيري فواث كلما اسألهم عن نور ترى أنا أمري ما كنت ضد أحد ولا رئيس ولا قد حربت أحد ولا حربت أحد ولا أتضربت مع أحد ولا أتخاصمت مع رئيس ولا إداري ولا شيء وحتى لو صارت مشكلة ترى المشكلة هذي هم اللي بيختلقوها وأنا صراحة ما أقبل يعني مو أنت المبادر بالمشكلة لا لا مو أنا نهاية طيب أنت زي المدرب هذا اللي جابهه جوزيف جوزيف هذا جوزيف طيب هذا جاء من أول يوم أجتمعي في الاجتماع قال لي إيش بك تسلم علي كده تخيل قال لي إيش بك تسلم علي كده إيش فيه من أول يوم من أول يوم ولا يعرفني ولا شيء جاء قال لي إيش بك تسلم علي معبّ عليك ده يمينا بالله هذي اللي صارت يعني لحنه كنيدة شوف هي كنيدة وفي جوزيف كان له مواقف صارع واضحة قدام الناس في المصورة وكل شيء وأنا ما أرضي إيو بس يعني عين الساعة لا إنا ما أرضي إنا ما قبلت ترى ما أرضيت بيش أنا ما أرضيت أنا أنا جوزيف قلت له أنا ما يشرفني ألعب معك أصلا يلا مع السلامة هذا في من أول صدام من أول صدام قلت له أنا ما يشرفني ألعب معك كنت مريض وكنت بأزري وجيت وريتهم يدي كنت متعور وقسما بالله في يدي يعني على كشف تيجي طيب يلا سيبك من الكشف قال لي أنت شايف نفسك أنت ما تلعب إلا نفسك قسما بالله أنت ما تناول أكيد هذا مشحون قالوا له أنت إذا سيطرت على ترى حتى اللعيبة مصدومين إيش بهذا إيش فيك قاعد يتكلم كذا ونور ساكت يقول أنا والله ما أبغى مشاكل أنا أبغى ألعب وبس قال لي ترى أسمع ما يهمني أنك أنت تيجي من مكة أنا همشي تيجيني بدري هاي إيش در أنه أنا ساكن في مكة إيش در أنه أنا ساكن في مكة معقولة المسيرة هادي كلها ما شاء الله تبارك الله وأنا بأتأخر على التمارين بأغيب على التمارين لو كنت أنا مبزوط كيف أوصل للمواصيل هذا طيب في ذكر الفترة من تشك فيه اللي كان محرض لجزي بدون ذكر أسمعه إداري ولا لاعب ولا مدرب إداري ولاعب يعني مجموعة إداريين ولاعبين كانوا يلعبوا معنا والله أنت كنت ثقيلة على ناس كثيرة جلينور والله أنا كنت أمشيها بالمرجلة قسما بالله قسما بالله قسما بالله قسما بالله هذا أنا أفصل لك معاشر أنا ماشي في طريق أنا ما علي فيك قد ما تحاول أنت توقف في طريقي أنا هكمل وأنت اللي هتوخر بالمرجلة طيب بس برضو جزئية ودار عداني ظهر وشحط بيده كده قسما بالله يعني لفه وأمسك وألحق وكده أدوره من من كتفه قلت له أنا ما يشرفني أنه أنا ألعب معك يلا مع السلامة طيب طيب راحوا المعسكر في البرتغال أنا ما رحت المعسكر من كان يتكلم معي محمد الباس لما الفريق يتعادل يتذكر الرئيس إبريم علوان أيوة إن كان السنة ديك 12 تعادل 11 تعادل 11 تعادل صحيح طيب وأنت ما كنت معهم ما كنت ألعب لا مو أنه تعادل عشان و أنا كنت فيه محمد نولو كان فيه حنفوس ما فيه بس ما كنت العمال فرقة ما كنت كل بعيد 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 كل البعت أنت توقفت على فكرة خلت 3 أشهر خمسين أكثر قريب خمسين أو أعلى من خمسين يوم قريبا إن أنا فاكرة القضية كيف كنت تتبني ده حين أنا أديك الزبك الديني المهم الباس جابني النادي والجمهور ما قصر ألا أعطيهم العافية استقبلوني الباس مش عدى الفريق وقته طيب جيت أجتمعت مع المدرد كان فيه حمزة وحمد الصنيع وحسن خليفة ومحمد الباس طيب دخلنا قعدنا قعد يتكلم يقول هذا جوزة جوزة أنت شايف نفسك وأنت وأنت عرفت أنا مبسوط أنه قعد يتكلم كده ليش عشان الباس كان فيه قلت له سمعت قلت له سمعت يعني فيه أحد يتكلم مع أحد كلاعب كابتن الفريق يتكلم معه بهذه الطريقة أنا أشوف نفسي يا ليتني أنا كنت أشوف نفسي خسن من بالله لأنه عندي 300 هدف وهم ما يعرفوا اللعيبة كلهم المهم قلت للباس سمعت قلت له يلا مع السلامة قمت وخرجت على طول جاء ورايه الباس رمالي العقال قل لي طلبتك شلت العقال قلت له أمسك كمان بعد أسبوعين جابوني تاني أجتمعنا مع المدرب كنت عنده شيخ عبد المحسن وخرجت من عنده جيت على النادي كان قبل مباراة الأهلي كانت مباراة أهلي في رمضان في العيد كانت ستة الأهلي دول أربع العيد صحيح اللفوزنا فيها ثلاثة واحد المهم أجتمعنا أتغير مئة درجة جزء أيوة أنت لاعب مهم وأنت بتساعد الفريق ونحنا نحتاجك ونحنا عرفت وخلاص رجعت التمارين صرت أتمرن تمرينين في يومين قالت مرة يقول هذا عنده رئة يعني ما أبغى أقول الوصف حصان المهم أي وزيك معروف أي أكبر رئة رئة الحصان عرفت والله العظيم يعني هو أتفاجأ ما أبغى أتطول في الموضوع بعدها بكم مباراة لعبت معه شهر لعبت معه مباراة الأهلي ومباراة الاتفاق المهم بعد المباراة بعد ما مشي قال أفضل واحد أنا تعاملت معه في النادي هذا محمد نور قال هذا رجاه قسما بالله طب إيش يعني لك اعترف كنيدة بعد أنه هو يوم من المصابحة من المصابحة وصار بعدين اعترف أنه نور ونور ونور فيه كده واليوم جوزي كمان نفس الشي كرر نفس الموقف إيش يعني تفسير نور لهذا الموقفين المتناقبة عشاني أنا إنسان واضح وعلى فكرة أنا ما أدأ المثالية أنا كده أنا طبيع تروا بينضحك عليها والله هذه حلاوتك أبو نوران هذه حلاوتك وقسما بالله بينضحك عليها كثير